قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية في مدينة الجلالة شملت عددا من المواقع خاصة منطقة مرتفعات الجلالة ومناطق المنتجعات والكرنيش والنصبة التذكارية قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة خاصة موقعها المتميز على خطبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السقنة والزعفرانة وقد شملت جولة السيد الرئيس عددا من المناطق بمدينة الجلالة خاصة منطقة مرتفعة الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدان وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع مائتين وخمسين متر على سطح البحر فاندم احنا دلوقتي في المصطبة الرابعة مكتبعات الكلالة هيا فاندم دلوقتي المتواجدين هنا المصطبة الرابعة اللي قتمنا دي فاندم ملطقة المول ملطقة المول التجاري دي المصطبة الرابعة فاندم على منسوب شايف البحر طبع من كل المساطب احنا رأينا فاندم في التصميم ان المساطب كلها تبقى شايف البحر من كل الاتجاهات سيارتك فاندم مكتبعات الكلالة فاندم بساحاتها 120 فدان عندنا فاندم عدد 72 فلا بمساحات مختلفة عندنا عدد من 24 شليل بسحاب مختلفة طبعا فندم كما تفقد السيد الرئيس مناطق المنتجعات والكرنيش والنصب التذكري بمدينة الجلالة حيث التقى سيادته مع القائمين على المشروع وهنأهم بالعيد واطمأن منهم على سير العمل بالمشروع يا رب وخليك لينا والمسك تترخيرك إنتا تترخيرك إنتا نحن بدعاتك التبع عايشون ربنا يجبك السرحة والعافية ويحفظك لينا والسريطة والملد مهما قلت مهما قلت مهما قلت حضرتك يعني وحفظ الرحمة يا رب الله وبس اشتركوا في القناة